ليش نهتم بالحياة ولا نهتم إذا كان في حتى أديان يعني اليوم تستغربوا أنه اليوم 13% من سكان العالم المتوقع بالألفين وخمسين يكون ما عندهم اهتمام بأي ثقافة بأي دين نعم فاليوم هذا مرض بدأ يستشري وبكثرة كثيرة جدا يعني أكثر من مليار إنسان سيصبحون لا اكتراثيين هذا المصطلح اللي بيصير كانت الناس تنقسم إلى مؤمنين وكافرين اليوم صار مؤمنين ملحدين لا دينيين الآن صار في عنا نوع اسمه اللا اكتراثيين نعم قديما كانوا يسمون الهيبز أو الناس اللي ما لا علاقة بشيء هذا المرض للأسف بدأ يتغلغل إلى نفوس شبابنا ربما بسبب اليأس الأحباط الغروف الحياتية اللي عم تصير لكن المشكلة إذا صار مثل ما بدأتي أن يصبح طبع في النفس نعم يكون عدم اهتمام بأي شيء أنا ما أعطي عنيني شيء لا لباسي لا طعامي لا شرابي لا علاقاتي هذا إذا صار مرض هذا سيتحول إلى آفة مجتمعية كارثية يصبح الناس فيه غير مبالين بأي شيء السبب غياب الهوية يعني أنا الآن لما بشتغل أنا في عندي بالنهاية هوية في عندي هدف الآن أنا إذا كانت شخص مسلم فأنا الهدف تبعي إرضاء الله عز وجل إذا الشخص غير مسلم الغاية تبعه إرضاء ضميره الأمر الآخر هو إرضاء المدير تبعه إرضاء القانون بس إذا وصل مرحلة الإنسان أنه لم يعد يهمه أحد يعني في مثل بقول أنه لا تقاتل الإنسان ليس لديه شيء يخصر فالمشكلة لما عم يدب اليأس واللا اكتراث في بعض نفوس الناس بيقول لك معت معت باليت يعني عقوبة عقوبة اطرد سجن موت أنا معت عندي فار أبي بشيء هذا السبب غياب الهدف وهذا اللي بدي ركز عليه في هذه الحلقة الإنسان إذا ما في عنده هدف لحياته في غاية لوجوده ما في شيء يشده أنا ليش بدي يعيش لأنه أنا اللي عم بيشتغل لهم ما أرجع المعروف تبعهم لألي فبالتالي أنا ليش عم بيشتغل ليش عم ساوي بينما إذا كان الهدف هو الله هدف سامي يعمل من أجله هو معت يهمه رضى الناس أو خصخة الناس أو إقبالهم أو تكريمهم أو تقديرهم لذلك الغاية الأولى أو الملمح الأول لازم نركز عليه أن يكون هناك هدف في الحياة وهذا الهدف يجب أن يرتبط بشيء سامي ليش عم نقول ارتباط بالله ارتباط بالدين لأنه هذا بيمنعك أنه تحبط مع كل تصرف يتصرفه الناس تجاه لذلك يعني ما نستغرب لما النبي عليه الصلاة والسلام ينفق ثلاثة عشرة عاما من عمره فقط لإثبات أن يا جماعة في دار آخر يعني أنا شو اللي بيحزنني بيحزنني إذا ظلمت أنه أنا ما بدي لايحقي إذا أعملت عمل جيد بدي حدا يكافأني إذا ما في دار آخر أنا دائما سأحبطي الآن بالعلاقات الزوجية بدك تكوني زوجة بلا طلاق بدك زوجة سعيدة كوني ضرورة له كل يوم يعني أنا لازم عوده أنه أنا أكلك شربك حياتك السكرتيرا الوصيفة المدللة المفرغة الهموم أنا كل شيء إذا استمرت هيك سبقها ضرورة طب هو كذلك أنا اللي لحساعدك إذا عندك دراسة لحساعدك في إعانة في أشياء لحقدمك أكثر بشكل أفضل للمجتمع كل ما كنا ضرورة للطرفين سينتهي اللا اكتراث واللي يسموه اليوم البرود العاطفي الخجل العاطفي اللي عم نسمع فيه يكثر في هذه الأيام أنا لما بلاقي عندي ابن غير مكترث يعني مفرأة معه لا الدراسة لا الصلاة لا العبادة لا العلاقات ما تعزور ما بدي روح تعال نطلع مشور ما بدي ما للم من كل شيء إذن هناك مشكلة أن هذه الاهتمام كانت معلقة بأشخاص كانت معلقة بأشياء وهذه الأشياء انتهت أو هؤلاء الأشخاص غدروا به بدنا نغير له اهتماماته هذا السر التعلق القلب بالله عز وجل القضية الثانية أن نشعره نحن أنه نحن غاية من غايات وجودك نحن ضرورة لك نحن لحنساعدك نحن منحبك لاحظ الآن الإنسان ينبصل إلى مرحلة الانتحار لما يعني بيحكوا معه أو بيحاولوا أنقذوه قبل فترة أنت ليش عم تنتحر بيلك ما حدا بيحبني ما حدا بدياني في عنا شغلة كتير مهمة بسمية المعتقدات الخمسة اللي تشغل بال الناس السؤال من من أنا من الآخر من أين إلى أين الأهم ما هو دوري الآن أنا إذا ما صر لي دور بالحياة فبشعر أنه أنا ما في داعي يعيش ما في داعي استمر هذا بسبب نوع من اللا اكتراف لكن إذا قلت أنا فقط مجرد وجودي ولو أنني أسبح الله ولو أنني أجع أضع ابتسامي على فم طفل ولو أنني أعين شخص غريب لا أعرفه هذا الوجود في الحياة وأن الله سيكرمني سينتهي هذا اللا اكتراف أحيانا اللا اكتراف مفيد يعني نحن نطالب أحيانا أنه أنت ما تكون كمان متعلق بكل الأشياء في عنا بس بدنا نفرع بين لا اكتراف وبين فن التغافل يعني مرأة يعني الأشياء السخيفة لا تعلق قلبك فيها لا اكتراف خلينا نحطه بإطار لا اكتراف بأشياء الآخرين بمصائب اللي بدت تعمل لي مشكلة نفسية واكترث بقضايا الناس بهموم الناس بالأشياء اللي ستفيدوني في آخرتي في حياتي في مستقبلي اشتركوا في القناة